بسم الله الرحمن الرحيم لدينا في هذا الفيديو 11 وصف الاستخدام العلاجات العشبية بشكل موضعي وكما ذكرنا بعد التأكد من تشخيص الحالة على أنها مرض الوردية أولا ضع جل يحتوي على خلاصة جذور عرق السوس فهو يقلل الالتهاب عن طريق تثبيت الأنزيم حيث يقلل جدا من الإحمرار والتورم والحكة عند مرضى التهاب الجل حاول أن تضع جل بأساس من عرق السوس على المناطق المصابة مرتين يوميا ثانيا ضع كريم وجه يحتوي على خلاصة زهرة الينسون فهو يقلل الالتهاب وتراكم الصفائح الدموية في الدم النساء الحوامل أو المرضعات والأطفال الصغار يجب أن لا يستخدموا منتجات زهرة الينسون وتحضير الينسون فعال عندما يستخدم باعتدال ثالثا استخدم كريم بشرة يحتوي على خلاصة أوراق الشاي الأخضر له خواص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة وتساهم في الحماية من أشعة الشمس الأمر الذي يعد مهما جدا لأن حساسية الشمس هي السمة المميزة لمرضى الوردية وقد يقلل الشاي الأخضر أيضا من اضطراب حاجز البشرة الموجود في الوردية أيضا ضع كريم يحتوي على أساس من الشاي الأخضر على المناطق المصابة مرتين يوميا وكبديل اغمس قطعة قطن أو قماش قطني في نقيع الشاي الأخضر البارد وضعها على الوجه مباشرة رابعا ضع زيت شجرة الشاي على المناطق المصابة فهو مطهر ومضاد للتهاب جيد مما يجعله خيارا آخر جيدا لعلاج أعراض الوردية اغمس قطن الأذن في الزجاجة التي تحتوي على زيت شجرة الشاي ثم ضعه بلطف على المناطق الملتهبة أو البثور على وجهك ضعه مرتين يوميا في البداية ثم ابدأ بتقدير مدى تحسنك مع الوقت استخدم زيت شجرة الشاي بحذر لأنه قد يسبب أعراضا جانبية مثل التهاب الجلد التماسي التحسسي خامسا دلك صابونا مصنوعا من الشوفان على المناطق المصابة من وجهه فالشوفان يقوم بالتنظيف والترطيب وتخفيف الالتهاب وتهدئة الحكة ويحتوي أيضا على خواص مضادة للالتهاب وعلى البروتينات ومتعدد السكاريد الذي يلتصق بالبشرة ويمنحها طبقة حماية عازلة إن الشعور الحارق أو شعور الوخز في الوجه شائع جدا مع الوردية لكن استخدام صابونا الشوفان قد يساعد في التغلب على ذلك حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سادسا ضع زيت خزامة على المناطق المصابة من وجهه فالخزامة قد يكون مفيدا أيضا في حالات البشر المؤلمة والملتهبة بعد تنظيف وجهك وتجفيفه اغمس قطعة من القطن في زيت الخزامة ودلكه بلطف على المناطق المصابة كرر هذه العملية يوميا ابدأ بكميات صغيرة لترى ما إذا كنت تعاني من حساسية لأن الخزامة يمكن أن يلهب بشرة بعض الناس سابعا حاول أن تستخدم منتجات البابونج على وجهك وضع شاي البابونج المبرد على وجهك قد يساعد في حالة الوردية لأن له خواص مهدئة ومضادة للالتهاب والبكتيريا بشكل معتدل انقع بعض الشاي البابونج دعه يرتاح في الثلاجة لعدة ساعات ثم سكبه على منشفة وجه صغيرة واستخدمه ككم مادة باردة كملطف سريع يوجد البابونج أيضا في الكريمات والمراهم والبابونج مكون شائع في بعض مستحضرات التجميل وفي حالات نادرة قد يسبب الكاموميل أو البابونج رد فعل تحسسي بما في ذلك الطفاح الجلدي ثامنا ضع زيت الكافور على المناطق المصابة من بشرتك فالكافور تمتصه البشرة بسهولة وله خواص ملطفة ومسكنة ومضادة للبكتيريا لكن يمكن للكافور أن يسبب تهيج البشرة لذا ضع كمية صغيرة بقطعة قطن صغيرة لترى كيفية تفاعل بشرتك معه ابتعد عن وضع كميات مختلفة من زيوت الأعشاب أثناء النهار فالزيوت المذكورة هنا يمكن أن تكون مفيدة لكنها قد تسبب بعض المشاكل مثل التهاب البشرة والحكة عندما تمزج مع بعض إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تاسعا استخدم علاج الأعشاب عن طريق الفم جرب أن تستخدم خلاصة جذر الكركم فالكركم يحتوي على أكثر من 20 مركب مضاد للالتهاب بما في ذلك عامل يمنع الالتهاب والألم والتورم وخلاصة الكركم متاحة أيضا في شكل كبسولات وبجانب المكملات يمكنك أيضا استعماله بالطعام أو شرب شاي الكركم لفائدة إضافية عاشرا حاول أن تتناول منتجات جذور الزنجبيل فهو يحتوي على مغذيات نباتية نشطة مثل الجنجرول والشوجول التي تعرف بأنها مسؤولة عن تأثير الزنجبيل المضاد للالتهاب الفعال يمكن أن تتناول الزنجبيل نيئا أو مخلل أو كتوابل أو كمكمل غذائي وكبديل اصنع شاي زنجبيل بنفسك عن طريق نقع شرائح قليل من جذور الزنجبيل الطازج في كوب كبير من الماء الساخن لمدة 5 دقائق على الأقل قبل شربه ونؤكد نقع وليس غلي حادي عشر وأخيرا خذ مكملات من منتجات خلاصة بذور العنب فخلاصة بذور العنب تساعد في تكوين الكولاجين الذي يعتبر المكون المرن في البشرة وبذور العنب تعد أيضا مضاد أكسدة ومضاد التهاب جيد لذا سيكون مناسبا أن تضعه على وجهك مباشرة أفكار ونصائح عامة اشرب كميات وفيرة من الماء لمساعدة بشرتك على البقاء رطبة وصحية وتجنب مهيجات الوردية الشائعة لهي الكحول مشروبات الكافئين الشوكولاتة التعرض للجو البارد الشمس التوتر الشديد ممارسة الرياضة بشكل مفرط الحمام الساخن الطويل الأطعمة الحارة والكريمات الموضوعية أيضا استخدم واقي من الشمس إذا قررت أن تتعرض للشمس حبيبنا لمن يريد مشاهدة الفيديو الأول والثاني سنضع روابطهم في صندوق الوصف أشفل الفيديو ننتظر رأيكم التعليق ومستفساراتكم ودعواتنا للجميع بالصحة والشفاء التام وإلى اللقاء في معلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله